طيب نروح لنادي الزمالك وخبر ايضا مهم جدا بعد ما زمالك استبعد فرجاني ساسي في مواجهة حرس الحدود وهو قرار تربوي ان نادي الزمالك استبعد فرجاني ساسي لاسباب تربوية طبعا نادي الزمالك نادي كبير جدا وبالتالي لما الاستبعاد يكون مع نجم زي فرجاني ساسي والاسباب هؤلاء حضراتكم عليها اعتقد ان الموضوع بيكون مهم ورسالة لكل اللاعب نادي الزمالك ان في نظام وفي سيستم ماشيين عليه سواء من المشف العام على الكرة او حتى مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك القصة ان في مباراة برميرو دي اغسطو اللي نادي الزمالك لعبها فرجاني ساسي ما كانش موجود مع الفريق وبالتالي فرجاني ساسي كان لازم يشارك في ميران المستبعدين اللي مفروض يكون متواجد فيه مع زماله لكن الجهاز الفني تفاجئ ان في مباراة حرص الحدود وبالتالي فرجاني ساسي ما فيش شك ان هو واحد من اهم اللاعبة اللي موجودة في نادي الزمالك وما فيش شك ان هو واحد من امر اللاعبة اللي موجودين في مصر ومن احرف اللاعبة التوانسة اللي كانوا او موجودين هنا حاليا في مصر لكن الدرس مهم جدا ان التزام اللاعب اهم من الموهبة ممكن تكون لاعب موهوب لكن ممكن يحصل خلل في الالتزام تجاه زمالك احترامك لزمالك واحترامك للملعب واحترامك للجهاز الفاني ومجلس الادارة هذا شيء مهم جدا جدا طيب ناخد بعض الاخبار كده سريعا يمكن نادي زمالك خلاص بيقرر المشاركة في السوبر الافريقي والكابتن اسماعيل يوسف رئيس للبعثة كابتن اسماعيل ان شاء الله هيكون موجود مع الفريق بعد ما النادي خلاص تلقى الخطاب انه هيشارك في مباراة السوبر والي هتكون يوم 14 فبراير ان شاء الله المنتخب يراقب احمد رفعت بعد ما تقلق مع نادي الاتحاد احمد رفعت نجمي نادي الاتحاد السكندري مفروض ان هو من ضمن حسابات الكابتن حسام البدري في منتخب مصر في المعسكر المقبل واللي حدده الكابتن حسام يوم 26 مارس المقبل كموعد مبدأي علشان ان شاء الله نستعد لمواجهة توجو المهم الجونة بيفوز على وادي دجلة بهدف دون رد بيسجله والتر بواليا وطلاع الجيش بيفوز على افسي مصر بنتيجة كبيرة بربعية سجلها ناصر منسي وعمر جمال وكريم طاري وكافن اخيرا محمود حسن تريزيجيه بيزور معرض الكتاب بعد اختياره سفيرا للدورة رقم 51 من المعرض خلصنا مع حضراتكم كده يعني كل الاخبار المهمة اللي موجودة معنا نروح لفاصل عشان نرجع نستقبل الكابتن علي ماهر نجم مصر ونجم النادي الاهلي خليكم معنا في نمبر وان اشتركوا في القناة